34 يوماً هذا عمر العدوان الصهيوني النازي على قطاع غزة العدوان الجديد للعدوان المستمر منذ 17 عاماً المهم قصف هستيري ومتوحش شمالاً وجنوباً لكن الذين ينجون من القصف يواجهون حرباً أخرى هي التجويع فالاحتلال لم يكتفي بقطع الماء والوقود ومنع دخول امدادات الغذاء إلى القطاع زاد على ذلك أن استهدف المخابز ومخازن الطحين ليقف الناس على أبواب مخابز قليلة متبقية في طوابير طويلة تنتهي عند المساء أو عند انتهاء الخبز بنعاني معاناة مش طبيعية يعني من صلاة الفجر وإحنا واكفين عباب المخبز بنعاني معاناة الله اللي بإعلام فيها ولو استمر الأمر إذا يومين ثلاثة أيام لقدام رح يصير كارثة في قطاع غزة ولا حد بتوقعها الأطفال عندنا بموتوا من الجوع يعني بتروح عدار يعني ربطة الخبز صارت تكفي ثلاثة أيام لأربع أيام لأربع أيام لأربع أيام لأربع أيام لما يقارب ثلاثين شخص ولأن الاحتلال يريد ضمان حرمان أهل غزة من جميع مقومات الحياة فبعد قصف المخابز وخروج 122 مخبزاً عن الخدمة استهدف مصادر الطاقة البديلة كالألواح الشمسية والمولدات الخاصة التي تعتمد عليها أماكن إعداد الطعام ستقولون لا بأس فشاحنات المساعدة تدخل إلى القطاع لكن من هنا يتشكل فصل آخر من حرب التجوية فالاحتلال لم يسمح منذ 34 يوم إلا لسبعمائة شاحنة فقط بالدخول من معبر رفح البري إلى القطاع المقتض بـ 2 مليون إنسان وحمولة هذه الشاحنات أكفان وبسكويت منتهي الصلاحية شو اللي صار الشاحنة يا جت مسرعة منها انقلبة الشاحنة هي أصلا هيك هيك بضعها خربان ربنا بدي يفضح ربنا بدي يوقع المشاطيع عشان يشوفوا الناس البسكويت الخربان اللي يدروا شهر بدي يخلص يعطيك العافية هاي العرب وهي مساعدات العرب وحس بي الله ونعم الوكيل على عرب قبل اليهود فضلوا النوس عاملة الناس بش ملاقي يتأكل هاي تصور وتفرج تفرج جمعاً لهم بدي بيأكلوا الناس بش ملاقيين بسكويت الخربان بدوروا يوكلوا عليه لا أكل ولا مية ولا شرب ايش نساوه حس بي الله ونعم الوكيل ليس هذا فقط يمنع الاحتلال تدافق السلع والمحاصيل من جنوب القطاع إلى شماله لتصبح رفوف المحلات التجارية بهذا الشكل ولا يجد أهل غزة حتى معلبات يصدوا بها رمقهم وهذا ما قاله بعض ناشطي وصحفي غزة تخيرين أنه الآن المحلات صفر ضاعة فيش معلبات في المحلات والله ما فيه يعني نقعدين نروح المحلات ندور على معلبات للناس تاكل ما فيش ما فيش فيه هذا آخر غيف خبز عينا ضايل في الدار لكم أن تتخيلوا خلص كل خبز عينا في الدار هذا آخر غيف تبقى من آخر عجنة من آخر كيس الطحين كان موجود عينا وقعدين ندور في غزة وفي المناطق فيش معلبات كله خلص فيش مش موجود ولا حاجة وفيه بقالات كتير وذكاكين كتير سكرت المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان علق على حرب التجويع وقال إنها تبلغ دروتها وقال إسرائيل صعدت بشكل لحاذ من حرب التجويع التي تمارسها بحق المدنيين في القطاع لمفاقمة الوضع المعيشي الذي وصل لمستويات كارثية كأداة للإخضاع إذن كيف هو صدى حرب التجويع مع مواقع التواصل الاجتماعي؟ نبدأ من شماء وقالت من لم يقتله صاروخ العدو ينتظره الموت جوعاً أو عطشاً في حرب تجويع هندسها الاحتلال ونفذها بموافقة الدول العربية التي تنتظر الإذن من إسرائيل لمساعدة الفلسطينيين عار حساب يسمي نفسه تمام تقول ماما تمام ماما بتحكي لنا من طعم الولاد الصغار شوكولاتة من قلة الأكل فيش عدس أسود فيش طحين فيش معلبات فيش خضار مجاعة غزة سببها تواطئ الدول العربية مع العدو الإسرائيلي مليكة تعبر عن عجزها والشباب العربي وتقول نحن ليس بيدينا حيلة حاولنا الخروج لشوارع وتحدثنا في المواقع لكن لم نستخد شيء حكامنا لا يستجيبون لنا لا ندري ما الحل لم نستسلم ما زلنا نخرج ونقاطع وندعو لا زلنا لم نفقد الأمل وأخيرا بيسان تقول أي ظلم هذا الذي تتحمله غزة تجويع وتعطيش وقطع للكهرباء ولكل منافذ الحياة بالإضافة للقصب الطائرات والدبابات والزوارق الحربية ومع كل هذا ستبقى غزة صامدة ثابتة صابرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا قال في منشور على إكس لقد أصبح الوصول إلى الغذاء الأساسي تحديا متزايدا في غزة كيف يبدو هذا التحدي المتزايد؟ نشاهد في هذا الفيديو نشاهد في هذا الفيديو هذا هو الحال زحام للوصول إلى قليل من شربة العدس أو ربطة خبز أو رشفة ماء هذه أحد أهداف الاحتلال السراتيجية من العملية العسكرية عقاب جماعي لكل ساكن القطاع بالتجويع ومحاولة إخضاعهم وحشرهم في الجنوب بينما يستفرد هو بالشمال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر